المستطيل الأول فراغ من المستطيل الثاني بفراغ أمتار المستطيل الأول عرضه ثلاثة أمتار المستطيل الثاني عرضه تسعة أمتار كم الفرق بين ثلاثة وتسعة؟ الجواب ستة أي أن المستطيل الأول أقصر من المستطيل الثاني بستة أمتار لأن الفرق بين تسعة وثلاثة هو ستة والمستطيل الأول بالتأكيد ليس أطول من المستطيل الثاني لأن عرضه أصغر أو طول ضلعه أقصر من طول ضلع المستطيل الثاني السؤال الثاني الخط الأول طوله فراغ سنتيمترات الخط الثاني طوله فراغ سنتيمترات انظروا إلى الخطين في الأسفل الخط الأول طوله تسعة سنتيمترات والخط الثاني طوله خمسة سنتيمترات الخط الأول فراغ من الخط الثاني بفراغ سنتيمترات الخط الأول طوله تسعة والثاني خمسة أي أن الخط الأول أطول من الخط الثاني بأربعة سنتيمترات يمكنكم رؤية ذلك على المصطرة حتى تنتقلوا من الخط الأول إلى الثاني عليكم إضافة واحد اثنان ثلاثة أربعة سنتيمترات السؤال الثالث المثلث الأول طوله فراغ سنتيمترات تلاحظون من الشكل أن طوله ثلاثة سنتيمترات المثلث الثاني طوله فراغ سنتيمترات انظروا إلى الشكل في الأسفل المثلث الثاني طوله خمسة سنتيمترات المثلث الأول فراغ من المثلث الثاني بفراغ سنتيمترات المثلث الأول أقصر من المثلث الثاني باثنين سنتيمتر لأن الفرق بين خمسة وثلاثة هو اثنين والجواب منطقي لأنه بمجرد النظر إلى المثلثين تلاحظون أن المثلث الأول أصغر وأقصر من المثلث الثاني وهو أقصر باثنين سنتيمتر لأن خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنين السؤال الرابع المستطيل الأول طوله فراغ سنتيمترات تلاحظون من الشكل أن طوله تسعة سنتيمترات والمستطيل الثاني طوله ستة سنتيمترات إذن المستطيل الأول أطول من المستطيل الثاني بثلاثة سنتيمترات لأن تسعة ناقص ستة يساوي ثلاثة المستطيل الأول أطول من المستطيل الثاني المستطيل الثاني